سيدة لوي احنا كنا نتكلم قبل الفقرة بتاعتنا وحقيقة كنت قلت ان من الهمية ان احنا نمرر رسائل من حرب اكتوبر ازاي ان احنا قدرنا نسترد الارض نسترد الكرامة والعزة عايزين نسمع رسائل المستفادة من حرب اكتوبر هو تسمع لحضرتك الحقيقة بقول يعني كان ما تم في اكتوبر 73 وما سبق هذا التاريخ وما بعده انا بسميها ملحمة اكتوبر ويمكن بوجد لها يمكن تشبيه اكثر قوة شوية بقول ملحمة وطن طبعا ليه لان شارك فيها يا رمزي الحقيقة نقول ايه اه الخيادة السياسية والجيش والشعب التلاتة وكان الكل في لحمة بحيث يمكن كنا بنشر في احنا في القطر مسلحة ان الشعب ده ظهير قوي لنا بحيث وحنا بنؤدي كل المهام اللي احنا مكلفين بيها متطمينين ان هناك من يحمي مصر في داخل مصر زي ما حضرتك تفضلت كده في تساؤلك طب احنا لما حصل ادوان خمسة هي انه سبعة وستين والجانب المعادي نجح في انه استولي على سينة والزعيم عبد الناصر رحمة الله عليه في ذلك الوقت شعر بالخطأ اللي كان موجود فاراد ان يتنحي عن المسئولية ماذا قال الله هو شعب مصر قالوله ايه وفقه لانه يتنحى ولقلوله اقعد واستمر ولابد من ان احنا نسترد الارض ونسترد الكرامة المصرية حدده يبقى الشعب حدد هدفه استرداد الارض واسترداد الكرامة المصرية وشرف العسكرية المصرية هدفين استراتيجيين مهما ستكون التطعيات ويمكن انتم وانتم في الحقيقة وانا قعد بنتظر في اللقاء الحقيقة في الحاجات اللي اتعرضت كلمات الرئيسية تقالك برضو نفس الكلام ان لابد من ان احنا حنسترد الارض ومهما ستكون التطعيات صحيح طب نسأل نفسنا كده احنا عشان نسترد الارض عادنا كم سنة يا رجاي احنا نتكلم من 67 يبقى الغاية لما استردنا طابع امتى استردنا اخر شبر بقى طابع امتى مارس 89 يبقى عادنا 22 سنة هي درجة سرعة اللي لازم تبقى واضحة لنا كلنا ان الارض بالنسبة لنا يا مصرهين شيء غالي جدا لم نفرط في شبر من ارض مصر طيب عشان نسترد الارض في 22 سنة تمت ازاي اعدى 6 سنين 6 سنين صراع عسكري من 67 لغاية اكتوبر 73 ثم بعد ذلك سياسي و دبلوماسي صراع سياسي و دبلوماسي تفاوضي للانسحاب في المراحل التانية من سيناء على مراحل استمر 9 سنين متخيلين قدي حجم المعاناة اللي انت بتتعامل مع طرف يجيد بقى ايه تزييف الامور وتغيير الامور و الكذب بالصفة المستمرة و هو خلافه بحيث كل ما تحاول تاخد خطوة ايجابية كان يحاول يرجعنا ايه تاني خطوطين خلاص فكانت معركة برضو المعركة السياسية التفاوضية دي كان يعني يجب انه شيد برضو بجهد الابناء مصر اللي شاركوا في هذه المحادثات الحقيقة للسنات الطويلة دي ثم بعد ذلك لما جئنا بقى في 25 أبريل 82 و وصلنا لخط الحدود هم راحوا مفتعلين للمشكلة بتاع الطابة دي قبلها بشهر و لكن لا الطابة دي مش بتاعتكم خلاص يعني عملوا أزمة جديدة عشان نحل المشكلة الطابة دي قعدنا سبع سنين و عشان نسترد الأرض قعدنا 22 سنة ست سنين صراع عسكري تسع سنين صراع تفاوضي سياسي و بعدين سبع سنين صراع تفاوضي تحكيم طيب يهميني هنا قوي برضو تشق العسكري الصراع العسكري اللي قعد ست سنين اي موقف القوات المسلحة بعد عدوان 5 يونيو 67 كنا خسرنا حجم كبير من التسليح والمعدات أثناء عملية الانسحاب اللي كانت غير منظمة ضيف في ناكسة يونيو الوضع السياسي قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية لا تنفذ يبقى الجانب السياسي مفوش إيجابية بل بالعكس سلبي الجانب العسكري مفوش إيجابية فقدنا الكثير من التسليح والمعدات وخلافه الجانب الاقتصادي كان سيء للغاية قناة السويس مقفولة السياحة توقفت البترول إسرائيل مستولية على الأبار فكان موقف الاقتصادي صعب الجانب الاجتماعي للشعب المصري اللي كان تم شحنه شحنة عالي أو إيه كانوا متخيلين إحنا هنعمل إنجاز غير عادي سمافوك وإن سينا اتخذت ترجمة نانسي قنقر